للعزاب عم بشوفك تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل عم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واكنك مليت من الوحدة فانا ويتغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج ممكن انية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صدافات جديدة مبين عندي فيه الشخص اه ممكن يكون جديد عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي اه لا اه ناري او هوائي اه هذا الشخص اما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي اه عنده حكمة في المواضيع اه بكافح طموح اه هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده اه او رح تساعده في اه الموضوع شخص عم بتطلع عليك اه من فترة اه انت عاجبه لكن عم بيكون اه نفسه او عم بيحاول يخلق اه اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية اه ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن اه يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن اه مر بكتير اه تجارب وطالع من تجربة من فترة اه اه فعم بيحاول يلاقي فيك اه مش البديل اه خلص انه اه ملي كتير من العلاقات وملي من الخضلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه اه من النوع من الاشخاص اللي كل ما يدخل علاقة بيكون ناوي على اه جدية هو شخص جدي كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير اه حلو لبرج اه الميزان يعني اذا طلعلك هذا الشخص خاصة من برج هوائي اه بتمنى انه اه يعني اه توافق او تمشي في هاي العلاقة اه لا انها تكون راح تكون الخير اه لالك اه فيها فيها مستقبل اه فيها توديعي يعني هذا الشخص راح يفرحك كتير وكأنه اه عم بيكون هو فارس احلامك لكن راح ازعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص او فكرتوا بس بالمادة اه اه فاذا اه بشرة حلوة يعني وراء حلوة للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عن يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو يكون الطاقة فيها حلوة عم بيك تشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك اه عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون في مصالحة عم بيكون في مصالحة مع هذا اه الشخص اذا للمتزوجين في بشرة حمل ممكن تكون او في حمل من الاصل وعم عم يمشي على خير هذا الموضوع اه في نوع اه من العدل والميزان راح لبرج اه الميزان هذا الكرت الثاني اللي بطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد اه حقك من بعد من سلب منك هذا اه الحق للمتزوجين عم بتقول خلص اه طفح الكيل عم ترسم العلاقة اه اللي انت اه بدك اياها في الزواج واكنه اه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن حم بشوف اه في فرح وفي سعادة في اكتر اه من كرت للمتزوجين ازا ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ومش منفصلين لبرج الميزان بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون في علاقة جدية في الطريق شوف بالنسبة للمشاعر في حب حقيقي من الطرف الاخر في اندفاع نحوك في اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او في علاقاته اه القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص اه الحالي كتير اه رزين وكتير بتوزن الامور وكأنك اتعلمت من اخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك اه الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون في نوع من السعادة في ربيع حواليها يعني في في بشائر في في اشياء اه حلوة ممكن يكون في سفر اما للشريك او انتم مع بعض في انتقال مكان اه عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتنا نشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون خطة حلوة يعني تكون في ارتباط اه ممكن يكون في فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع واكنك اه بدك تتزوج وخلص اه يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن اه الحب لكن في سعادة في فرح اه في نهاية هاي العلاقة اه رح يكون من بعد اه تعب ومن بعد اه ممكن يكون في علاقة سولاثية انت عم تخلص من هاي اه اه اطلقات وتمشي لقدام مع الشريك في خطوات ثابتة لبرج اه الميزان اه خلينا نشوف مسلا اللي هم اه المنفصلين تعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر اه اه وقديش نسبة اه الرجعة وكيف عم بيفكر فينا اه الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي بطرف الاخر اه حاسس بخيبة امل ممكن القراءة تكون عكسية اه نغدر من كتير من الاشخاص على مستوى اه العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لانه نبين كتير في اه في جروحات عم بيعاني منها او عم بيحاول الاستشفاء اه منها الشريك اه عم بيكون في حوالي مشاكل ومنغسات اه يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن انه عم بيخطط اه انه يطلع من هذا الادمان وكأنه الادمان كان من الاسباب اللي اه بعدت بناتكم ممكن اه انت عم تاخد اه قرار يمكن بالموافقة على الرجوع اه او لا في البداية ممكن تكون مقرر الابتعاد لكن اه ناوي على الرجوع للطرف الاخر ناوي على الرجوع وشايفة فيه سعادة عندك وكأنك رح تكون اه يعني رح تكون كتير اه سعيد على فكرة هاد الارتباط ممكن يقدي الى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع اه 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 ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف اذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع اكتر من حدا اه فيه سبيل انه يتسلى او عشان ينساك مثلا اه لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والتانية لكن عم بيفكر فيك بجدية اه لانه انت كأنك ينفهم انه يا يا علاقة جدية وارتباط يا بلا وكأنك كنت اه اه عم تتعامل معه بهاي الطريقة اخر فترة فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل ما يرجع. وكأنه انت كاشفه. يعني كاشف كل العيب اللي لعبها قبل هيك. وعم بيكون خايف منك لانك انت شفت حقيقته. لكن عم بشوف فيه فيه رجوع. فيه رجوع فيه تغيير بهيئة الحبيب. يمكن انتهى من الادمان او عم بيحاول انه فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية. عم بيحلم في الاستقرار. هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع. اذا راجع لك على نية زواج ممكن يكون. زي ما قلنا اللي هي اول شي رجوع بشهر تموز. لكن الارتباط ممكن تكون في اشهر قادمة. لكن فين هي للارتباط من الطرف الاخر. خلينا نشوف اذا فيه نصيحة من الهام ممكن يلهمنا في صعيد على صعيد او اكتر من صعيد. نشوف شو الورق ممكن. آآ يطلع لنا لبرج الميزان. برج الميزان. بيقول لك انت. بيقول لك اطلع من الحال اللي انت فيها. حاول الاستشفاء. حاول الاستشفاء من من الطاقات السلبية اللي انت فيها من الجروحات الماضية. عشان تحصل على السعادة هذا الشرط. الشرط انك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة. ممكن تكون انتقام. طاقة. آآ. وبيحكي لك انك تكون متوازن بقراراتك بالفترة آآ الجاي. ممكن تكون آآ متهور بشهر آآ سبعة. فبيقول لك لا. كون آآ اكيد من القرارات. او من الاحسن ما تاخد آآ قرارات في هاي آآ الفترة. ازان بحكي لك اطلع من آآ الطاقة آآ اللي انت فيها. لانه ما عم بيسبب لك الا آآ انه يدخل اشخاص صلبيين. ممكن آآ تجذب اشخاص صلبيين. ازا كونت آآ كمان عم بيبشرك في فرحة في آآ موضوع كونت عم تستنى فيه كتير. آآ فبيقول لك يعني ما ما تشغل بالك آآ فيه صغائر الامور. يعني تطلع لبعيد شوي. تطلع لبعيد يا برش الميزان وما تضلك تفكر في آآ التفاصيل التفاصيل آآ آآ الامور بالاجراء.